البداية كانت في عام 2017 النهائي النادي الأهلي والوداد المغربي في مباراة الذهاب وتعادل إيجابي ما بين الفريقين وزي ما حضراتكم شفتوا الإنفجراف اللي فات أنا ليه بدأت بالإنفجراف اللي فات؟ لأنه تخيل حضرتك أن هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي اللي ما زال بيشكك في قدرة النادي الأهلي ما زال بيشكك أن النادي الأهلي بيكسب بالحكام ما زال بيشكك أن النادي الأهلي إحنا أفضل منه اللي هما بيتكلموا بهذا الأمر بيقولوا أن إحنا أفضل منه تخيل حضرتك أن هناك بعض الأشخاص اللي بيشككوا في النادي الأهلي ويقول لك أصلوا النادي الأهلي صعد إلى الدور اللي بعد كده بأطهر الطاهر أصل النادي الأهلي صعد للدور اللي قبل كده أو الدور اللي بعد كده علشان أطهر الطاهر ضيع راكلة الجزاء زي ما حضراتكم بتسمعوا خلال هذه الفترة ما زالت حملات التشكيك مستمرة وما زال الكل يستمر على الرغم من أن الموضوع بسيط جدا الموضوع أبسط من أي حد يتخيل الموضوع زي ما حضرتك شايف النادي الأهلي بإدارته الحالية تقريبا باستثناء واحد أو اثنين احنا في النهاية إدارة النادي الأهلي ما يفرقش مين الأسماء اللي موجودة ولكن أنا بتكلم عن إدارة النادي الأهلي اللي بتقال عليه أنه هو نادي فاشل اللي بتقال عليه أنه هو نادي محظيز هم بيقولها كده مع أنه ما فيش حاجة يسمعه محظيز لكن أوكي النادي اللي بتقال عليه أنه هو نادي بيكسب أو بيصعد عشان لاعب ضيع ركل الجزاء من 2017 لغاية دلوقتي النادي الأهلي بيوصل للنهاية باستثناء سنة واحدة فقط عام 2017 الأهلي والوداد والوداد بيفوز وبيكون النادي الأهلي وصيف في هذه البطولة في 2018 نفس الكلام الأهلي بيفوز ثلاثة واحد على الترجي وخسرنا هناك وخسرنا البطولة ولكن وصلنا للمباراة النهاية في 2018 2019 لم يصل النادي الأهلي للمباراة النهاية قمة الفشل قمة الفشل اللي أنا بقوله ده الحقيقة يعني في 2020 الأهلي فاز على الزمالك اتنين واحد في استاد القاهرة وحققنا اللقب 2021 الأهلي بيفوز على كايزر تشيفز 3-0 في الدار البيضاء لما كانت المباراة بتلعب بنظام مباراة واحدة وتوجنا باللقب في 2022 لعبنا الوداد بنفس النظام ولكن كانت المباراة التي تم تحديد طرف أو تم تحديد ملعبها قبل المباراة باسبوعين ولعبنا مع الوداد المغربي في الوداد المغربي بعد في المقابل واتغلبنا 2-0 واخسرنا البطولة كلكم فاكرين الخطاب واللي حصل واستخبأ والكلام اللي احنا مش عايزين نعود نتكلم فيه طب عام 2023 الأهلي والوداد المغربي في نهاي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي وما زال الفشل مستمر خلي بقى لحضرتك من الكلام اللي أنا بقوله لأنه أنا هنتقل إلى كلام آخر هناك البعض أو هناك من يحاول أن يشكك بشكل كبير أنا لما باجأتكلم مع جمهور النادي الأهلي لأنه جمهور واعي ومحترم وعارف إيه اللي بيتقال فلازم أقنع جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي حافظ الكلام اللي أنا قلته ده ولكن مرة تانية أنا باقنع أو بحاول أقنع بعد من لا يشجع النادي الأهلي اللي هم قاعدين بيهزوا فرصه فقط لغير محدش بيعمل أكثر من كده لكن الأرقام زي ما حضرتك شايف في آخر سبع سنوات الأهلي بيصل لنهاية إفريقيا ست سنوات حد يقدر يغير في هذه الأرقام أو يدلس فيها أو يجذب على الناس منها ولكن الأرقام لا تجذب ولا تدلس ولا تتجمل زي ما حضرتك شايفين ربنا كرمنا ووصلنا للمباراة النهائية الحمد لله ألف ألف مبروك طبعا للنادي الأهلي وصولوا للمباراة النهائية لكن ده اللي أنا حقوله في هذا الأمر أنا لن أتكلم عن هذه المباراة الأهلي والوداد إلا بعد المباراة الثالثة في الدوري العام إحنا عندنا ثلاث مباراة في الدوري العام مباراة ثلاث ومباراة الجمعة ومباراة الاثنين في أسبوع حنلعب ثلاث مباراة إذن حنقفل صفحة النهائي الإفريقي وحنفتح صفحة الدوري اللي بعيد عننا بقاله سنتين فلازم نبص في هذا الأمر بشكل جيد أنا لن أتكلم خلال الفترة القادمة اللي بينتظر أن برنامج البيت الكبير يتكلم عن النهائي الإفريقي أنا لن أتكلم عن النهائي الإفريقي أنا هتكلم على شيء واحد بس مباراة أمبي فقط لغير بعد مباراة أمبي هشوف المباراة اللي بعدها إيه واتكلم عنها بعد المباراة اللي بعدها آخر مباراة هنلعبها يوم الاثنين هتبقى مع سيراميكا كلو باطل على ما أتذكر آخر مباراة وبعدها هنبتدي نتكلم على مباراة الوداد ألف مبروك لكل الأهلوية الأهلي استحقى الوصول للمباراة النهائية ده اللي هقدر أقوله ومش هتكلم تاني في هذا الموضوع الأهلي بيحطم كل الأرقام القياسية المدونة باسم مين؟ باسم الأهلي كل الأرقام القياسية مدونة باسم النادي الأهلي النادي الأهلي بيصل للمباراة النهائية للمرة الستاشر في تاريخه ومش آخر سبع سنين في تاريخنا بقى وصلنا ستاشر مرة القرى الأفريقية هو كبير واحد بغض النظر عن إيه اللي حيحصل ولكن هو كبير واحد فقط في القرى الأفريقية بحدش يتكلم على كبير آخر أنا بقولي الكلام ده من دلوقتي ليه؟ بغض النظر عن نتيجة النهائي واللي حيحصل واللي كان هناك البعض بيحاول أن احنا أو بيتفه من أن احنا خلاص بقى أصلين تو هتلعبوا بقى خلاص مش هتلعبوا مع سانداونز وحتلعبوا مع الوداد المغربي حبقى أتكلم في هذا الأمر بعدين مش دلوقتي ولكن بتخليكو في نفسكو لو كل واحد يخليه في نفسه محدش هيبصلك محدش محدش هيبص للنادي الآخر يعني أو للنادي المنافس اللي بيتكلم أكتر عن النادي الأهلي فقط النادي الأهلي وصل لإنهاء إفريقيا والكل قاعد بيتفرج إنت كل اللي عليك أن انت تقعد تسقف للنادي الأهلي كل اللي عليك هز رأسك بقى المراتي صح ليه؟ لأن يجب أن انت لو أنا حد تكلمني دلوقتي وقال لي النادي الأهلي هو كبير إفريقي ههز رأسي هعمله كده لو حد يكلمني في التليفون دلوقتي وقال لي يا إسلام أصله نهائي أفريقيا النادي الأهلي وصل وأنتو نادي جامد ونادي كبير وأنا عارف أن احنا نادي كبير وكل حاجة فهز رأسي هفضل اهزلهم راسي اي حد حيكلمني ههزلهم راسي صح لان هذه هي الحقيقة دورك دلوقتي ان انت تهز راسك وتسقف فقط خلال الفترة اللي جاية ده بعد ما نلاقيه وشجع النادي الاهلي طبعا لكن جمهور النادي الاهلي دوره ايه جمهور النادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا كده في المباراة الاخيرة في المباراة الترجي يعني هو ده جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى موجود شو الله ربنا يكرمنا ونخلص ثلاث مباراة الدوري اللي مش هنركز في حاجة تانية غير مباراة الدوري لن ننظر لاي شيء اخر الا مباراة امبي مش هتكلم عن اي حاجة تانية مبروك الف مبروك وصلنا النهائي لسه ما عملناش حاجة ولكن هناك ارقام قياسية كبيرة جدا عملها النادي الاهلي بوصوله للنهائي رقم ستة في اخر سبع سنوات وصلنا للنهائي للمرة الست عشر في تاريخ النادي الاهلي